بهذا الفيديو رح أشرح لكم أسهل طريقة لإنشاء حساب يوغل بلاي أمريكي والانضمام لعرض نقاط التشغيل دون أي مشاكل لهذا ضروري أنك تتابع هذا الشرح من البداية للنهاية بعد الإنترو القصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم فريستو رجعنا لكم لليوتيوب بعد غيب طويل وبعد طلب من حضرات المتابعين وإن شاء الله رجعنا بقوة محتوى قيم ومفيد سينا لأجابكم بكل تأكيد ومثل ما وعدناكم سابقا بمشاركة أهم الطرق ربحية للشحن بالمجان من قبيل نقاط متجر هواوي أبغالوري هاي المرة رح نتكلم عن نقاط متجر منافس ومتجر مغير إلا وهو متجر جوجل بلاي موضوع هذا الفيديو مثل ما قريته بالعنوان هو طريقة إنشاء حساب جوجل بلاي أمريكي والانضمام لعرض نقاط تشغيل وللناشة جديدة بالقناة عرض نقاط تشغيل هو عرض موجود بمتجر جوجل بلاي ما ستطيع من وراهي شحن داخل ألعابنا المفضلة بشكل مجاني بالكامل مثل جواهر داخل لعب تريفاير أو شدات ويوجي أو كوينز بيس موبايل أو أي لعبة تختر ببالك فقد كل ما عليك سوى تشمع نقاط داخل هذا العرض على شبيل المثال أنا معي بحسابي 628 نقطة وهلي قدرت أجمعها بتارقتين إثنين أما عن طريق تحميل تطبيقات مثل هذا التطبيق لما أقوم بتثبيته على جهازي رح أكسب 15 نقطة أو عن طريق هذه الجهازة الأسبوعية التي تقدر من خلالها تكسب عديد كبير من النقاط بنقرة زر وحسب حظك وعند أصولك إلى 100 نقطة بإمكانك استبدالهم من هذا الخيار ببيحة دولارة سيد جوجل بلاي ويصير حسابك جاهز للشحن داخل أي لعبة أو أي تطبيق من اختيارك حسنا ملاحظة مهمة هذا العرض غير موجود باللدان العربية لذلك علينا تحويل حسابنا العربي إلى أمريكي للتمكن من التمتع بهذا العرض فليتمام هذه الطريقة سنحتاج إلى ثلاث تطبيقات أولا تطبيق VPN ويكون VPN مجاني يحتوي على دولة أمريكا لكي لا تواجه أي مشاكل ثانيا تطبيق Offer Reward وهو تطبيق سيمكننا من تحويل حسابنا العربي إلى أمريكي في وقت قصير الغاية وأخيرا تطبيق برمنجر والذي سنتمكن من خلالها من الحصول على بطاقة فيزا أو بطاقة ماستر كارد لإتمام عملية الانضمام إلى عرض نقاط التشغيل وربحا للوقت سأترك لكم رواب تحميل هذه تطبيقات الثالث كاملة بصندوق الوصف والآن ضروري أنك تركز مع الفيديو لأنه راح نبدأ في تطبيق هذه الطريقة أول شي راح نحتاج إلى حساب جوجل بلاي جديد ويحبذ لو معك حساب قديم لكي تظهر فيه العروض بشكل مباشر لكن أنا سأقوم بإنشاء حساب جديد لكي يعطيه لأحد المتابعين بعد الانتهام تصوير هذا الفيديو المهم بكل بساطة راح نضغط على Create and Count أو إنشاء حساب ونختار هذا الخيار وهنا سنقوم بكتابة هي اسم بشكل عجوي غير مهم من ثم ستقومون بتحديد أي تاريخ ميليات بشكل عجوي أيضا غير مهم وتأكد أنه العمر أكثر من 18 سنة وهنا بجنس ضروري أنك تختار ثالث خيار لكي لا تواجه مشكلة إذافة رقم الهاتف في وقت لاحق المهمة الآن سيتم اقتراح أثنين من الإيميلات بشكل عجوي فاربحنا للوقت سنختار هذا الإيميل الأول من ثم سنقوم بكتابة كلمة سر قوية فأمهلوني بعد ثواني فحص حسنا نعط بعض كتابة كلمة سر وهنا شريك جولي بلاي لم تطلبنا بإذافة رقم هاتف لذلك نقوم فقط بالضغط على سويفان أول تالي ونوافق على جملة شروط الأحكام وهنا نكون قد نهينا الخطوة الأولى بهذا الطريق الآن سنمر بشكل مباشر الخطوة الثانية والذي تتمثل في الدخول إلى برنامج البيبيان من ثم إلى محرك البحث ونقوم باختيار دولة أمريكا مثل ما هو واضح أمامكم وننتظر بضع ثواني ليتم الاتصال بالبيبيان ونخرج بشكل مباشر من هذا التطبيق وندخل إلى تطبيق Open Reward أو برنامج استطلاعات جول بلاي حسنا سنقوم باختيار هذا الخيار من الأسفل وثم سنقوم بتحديد البريد الإلكتروني الذي قمنا بإنشاهه منذ قليل لأنه تم عملية تحويله إلى دولة أمريكا وتأكد دائماً من فيبيان شغال لكي لا تصادفك أي مشاكل حسنا الآن سنضغط على هذا الخيار وظن أن شاشة ستصبح بلون الأسود بالفيديو لكن هذا غير مهم في هذا النظام الحامي الخاص بشركة جوجل بلاي لكن أنت كل ما عليك سوى النقر على الخيار من الأسفل continue أو متابعة وتنتظر بضع ثواني لحتى تتم عملية تحويل هذا الحساب إلى بلد الولايات المتحدة الأمريكية ومثل ما هو واضح أمامكم ظهرت هنا عملة أدولار بالتالي هذا الحساب أصبح أمريكي بنسبة 100% لكن لا زلت هناك خطوة بسيطة علينا إتمامها لكي يظل هذا الحساب أمريكي بشكل دائم كل ما علينا سوى التواجه إلى ماتجر جوجل بلاي واختيار هذا الحساب ثم ندخل هنا إلى طرق الدفع وأيضا إلى هذا الخيار وهنا سنجد كلمة متر أجور أو تحديث بجانب علامة الدولار ولو نضغط عليها سيظهر معنا هذا الخيار التي ستطالبنا فيه شركة جوجل بلاي بإضافة الرمز البريدي أو كود بوستال الخاص بدولة أمريكا والذي يتمثل في 90 ألف وواحد وسأقوم بكتابة هذا الرمز في المونتاج لكي يكون واضح لجميع حسنا سنضغط الآن على متابعة ومثل ما تشوفوا تم حل المشاكل واختفت كلمة متر أجور وبالتالي هذا الحساب أصبح أمريكي بنسبة 100% حسنا الآن الخطوة الأخيرة إلا وهي الانضمام إلى عرض نقاط تشغيل فلو نعود هكذا للوراء ونضغط على صورة الحساب الأعلى سوف نجد من الأسفل خيار اسمه بلاي بوينت أو عرض نقاط تشغيل لو نضغط عليه سنجد هنا سانكرير جراتويتمو أو الانضمام بشكل مجاني وعند النقر عليه ستعتاردنا هذه المشكلة التي تتمثل في إضافة طرق الدفع والمطلوب مننا هنا إما إضافة بطاقة اعتمانية أو حساب بايبال أو كويت خاص ببطاقة جوجل بلاي والخيار الأمثل والأسهل هو الخيار الأول والذي سنحتاج فيه إلى تطبيق بين مناجر هذا تطبيق الأخضر الذي سيمكننا من الحصول على بطاقة مستر كارد بنقرأ الزر وبشكل مجاني بالكامل ولكي لا أوجه أي مشاكل في وقت لاحق سأكتفي فقط بشرح التطبيق بشكل شفوي وسأقوم بإرفع بعض الصور في مزيد الفهم حسنا ستقومون بدخول إلى تطبيق من ثم ستقومون باختيار هذا الخيار بالتحديد وستقومون بلسق هذا البين في هذا المكان من ثم ستضغطون على خيار جينيريد من الأسفل وهنا تطبيق بشكل مباشر سيقدم لكم 10 بطاقات كاملة شغالة بنسبة 100% وأنا الآن سأقوم بتطبيق هذه التاريقة والحصول على إحدى هذه البطاقات وسنقوم بتجربتها مع بعض لتأكد من نجاعة ومتقية هذا التطبيق فأمهلوني بضع ثواني وسنعود لإتمام بقية الخطوات حسنا يا شباب عدنا بعد كتاب الجامع معلومات بطاقة المستركار وأعتقد أن الشاشة تظهر باللون الأسود في الفيديو لكن هذا أمر طبيعي لأنه مثل ما ذكرنا هذا النظام الحماية الخاص بشركة جوجل بلاي لكن لا يهم الآن اللحظة الحاسمة لتأكد من نجاح هذه الطريق فقط سنضغط على خيار continue أو متابع من الأسفل وننتظر بضع ثواني ومثل ما هو واضح أمامكم بالفيديو تم الانضمام بنجاح إلى عرض نقاط التشغيل وهذا هو أمامكم حساب أمريكي بالمستوى البرونزي وإن أردتم تنزيل طريقة إظهار العروض أو أجائزة الأسبوعية بحسابة الأمريكية الجديدة اكتبوا لي تحت بالتعليقات وإن شاء الله إذا وجدت طلب من المتابعين سأعمل على تنزيل شرح كامل في قادم الأيام وفقط كان هذا مقطعنا اليوم أتمنى أن يكون الفيديو واضح لجميع مثلما ذكرت جميع روابط تحميل ستكون متاحة بصندوق الوصف وأي شخص باجه مشكلة أو لديه استفسار يرسني على حسابي بالانستغرام وأيضا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لكي تتسليكم جميع الشروحات الجديدة والحصرية بخصوص عرض نقاط التشغيل كان معكم أخوكم فريستو ملتقانا إن شاء الله بالفيديو القادم